السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير النهار ده هامل معاكم وصفة الفراخ المشوية في الكيس الحراري حاجة مفيش اسهل منها تنجز جدا في العزومات خلاص بقى انسي الشاوي والدخان ولا حتى تسلقيها وتحمريها هتتبليها وتحطيها في الأكياس الحراري وتدخليها الفرن شايفين قد ايه هي بتبقى دايبة جدا جدا ومستوية قوي وكمان تكون واخدة طبقة اشرة من بره حلوة جدا بتفتح النفس بجد مستوية كده ودايبة وشربة من التدبيلة وما بيكونش فيها اي نسبة دهون تحفة جدا لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير اهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول طريقتنا مفيش اسهل منها يا جماعة عايز اقول لكم ان انت كمان ممكن تضيفي اي خضار بتحبيه ويا الفراخ في الكيس الحراري معايا هنا بصل شرايح ومعلقتين من الصلصة العادية وكمان معايا لمونة اما بالنسبة للتوابل معايا هنا ولق رولي تمام شوية صغيرين خالص من الهيل المطحون وكمان معايا ايتوم بودر وبهرات فراخ وملح وفلفل اسمر وشوية من البابليكة بيزبطوا اللون وبخلوها حلوة ام تمام اهم حاجة بنضيف شوية من الهيل المطحون اللي هو الحبهان المطحون تمام كده كل بهراتي كده بحطها على الصلصة معلقتين الصلصة بتوعي صلصة عادية جدا بيتي وبعصر عليهم اللمون تمام كده حط عليهم شوية من الصوية صوص بتبقى حلوة قوي بتخلي طعم الفراخ طحفة اذا مش متوفر عندك صوية صوص ما فيش اي مشكلة انا كمان بحب اضيف هنا صوص الباربيكيو بيديها طعم دخنة كده بيبقى طحفة طبعا كلنا عارفين صوص الباربيكيو حط بس نص معلقة صغيرة كده ويبقلب كل مكوناتي ويا بعضها بمعلقتين من الزيت تمام كده اقلب بقى التوابل ويا الصوصات والزيت كده واقلبهم كويس وعصير اللمونة علشان اوزع التتميلة دي جوا بورا الفرخة كده وتبقى معايا حلوة انا هنا حطيت اللوري ويا البصل تمام هسيبهم بقى دلوقتي زي ما قلتلك معايا بقى هنا الفرخة بتاعتي مخصولة ويمحلول نقع ويلوري ولمون متنظفة كويس جدا وكمان اهم حاجة تكون متصفية كويس جدا جدا ما فيهاش اي نقطة مية من مية النقع بتاعتها ومية الغسيل تمام باخد بقى شوية كده من الصوص اللي احنا عملناه بالتوابل ده وببدأ بقى ادهن بيه الفرخة من جوه ومن بره وبحط جواها زي ما احنا شايفين مع بعض كده وبايدي بقى وببدأ ان انا ادلك الفرخة كده وديها مساج حلو بالتدبيلة دي علشان تتشرب كويس من جوه ومن بره تمام تحت الاجنحة بتاعتها بقى وضهر الفرخة كده ومن عند الاوراق طبعا بعمل بايدي عشان اتأكد ان انا وزعت التدبيلة كويس وكل حتة وكل جزء كده في الفراخ اخد من التدبيلة وتشرب دلوقتي بقى باخد البصل الشرايح واللوري وهحشيهم كده جوه قلب الفرخة من جوه مع التدبيلة هيبقى حلو جدا زي ما قلتلكم بقى ممكن تضيفي اي خضار ويا الفراخ كده في قلب الكيس الحراري زي مثلا بطاطس وجزر ويه كمان كوسة تبقى حلو قوي ويا البصل كده وفص من التوم مثلا اذا حبيتي بس اهم حاجة لو هتضيفي خضار بتوزعي عليه شوية من التدبيلة اللي احنا جهزناها دي وبنسيب الفرخة بقى تتتبل ساعتين مثلا اذا انت حابة ان انت تبيتيها بتفي التدبيلة بتاعتها علشان تتشرب قوي من التدبيلة يكون افضل طبعا لما بتباتي الفراخ بالتدبيلة يكون بجد طعمها اطعم متشرابة كويس من التدبيلة بتاعتها والتوابل والنكهات اللي احنا ضفناها لها فبتبقى حلو قوي دلوقتي هجيب الصينية بتاعتي اللي هدخلها الفرن وده الكيس الحراري هبدأ كده اسكنه في الصينية بالشكل ده وابدأ بقى ااخد الفرخة بتاعتي ادخلها جوه الكيس الحراري تمام جدا زي ما احنا شايفين مع بعض كده وزي ما قلتلك اذا حبيت تحطي خضار بتحطي بقى الخضار ويا الفراخ بالمنظر ده كده ويكون بقى مالي حوالين الفراخ كده بيبقى حلو جدا بتعملي جنبه رز شعرية بيبقى لذيذ قوي بتبقى اعملتي الوصفتين في خطوة واحدة ودخلتيهم الفرن مع بعض اللي هي الفراخ ويا الخضار بتبقى تحفة جدا حطيت كده باقي التدبيلة اللي كان موجودة على وش الفراخ بالشكل ده هبدأ بقى اهم خطوة هنا لازم ان ناخد بالنا منها ان احنا بنفضي الكيس الحراري تماما من اي هوا موجود فيه قبل ما نقفله خدي بالك كده بسيبه كده مفتوح في ايدي وببدأ ان انا اي اسكن الكيس على الفرخة بالشكل ده كده بحيث اي هوا موجود جوه يخرج لبرا كده ما يكونش فيه هوا خالص في الكيس من جوه طبعا اي كيس حراري بيبقى جاي مع القفل بالشكل ده اي ببدأ بقى ان انا الف الكيس الحراري كده بعد ما بفضي الهوا تماما وبعدين الفه بالشكل ده وبعدين ابدأ ان انا احط القفل عليه واقفله طريقته سهلة جدا بتبرميه بالشكل ده كده بتاخد الطرفين قبل بعض وتبرميه تأكد كويس ان هي تقفلت حلو تماما هنا لسه في خطوة مهمة كمان لازم انتاخدوا بالها ومنها حبيت اقولكو عليها ان احنا لازم نفتح في الكيس الحراري فتحتين تفتح في الفتحة بالسكينة او زي ما انا هعمل كده بيخلت الشيش طوق وببدأ ان انا ادي للكيس بتاعي فتحتين ثلاثة علشان اثناء التهوية الكيس مايفرقعش اثناء التسوية تمام اثناء التسوية الكيس يدي تهوية ومايفرقعش منك داخل الفرن تمام كده بتدخل بقى الفرخة معايا اول حاجة كده على درجة حرارة 220 واذا عندك اعلى من كده في الفرن بتدخليها على اعلى درجة حرارة هنا انا حبيت اوريكو قد ايه الكيس منتفخ جوه الفرن اثناء التسوية ما تخافيش خالص خالص ايه لو اول مرة طبعا بتخش المطبخ هتخافه من المنظر ده فما تخافيش هو بيكون كده تمام وانحطه على الرف المباشر للنار زي ما احنا شايفين مع بعض مش مشغلة الشعلة من فوق خالص بياخد بقى معايا بالضبط ساعة لساعة وربع في الفرن تمام تطلع بقى الفراخ بتاعتك مستوية جدا ودايبة وكمان منزلة كل الدهون اللي فيها ما بيكونش فيها اي دهون خالص ايه واخد بقى التحميرة طحفة جدا اللي احنا شايفينها مع بعض دي كمان نوعية الكيس بتاعك لازم ان تكون نوعية كويسة علشان ما تلزقش على الفراخ واخدين بالكم ايه ما لزقتش اصلا على الفراخ عندي شايفين لون تحمير الفراخ رهيب طحفة في الوقت ده لو انت عايزة تديها طعم الفحم بتولعي فحمية كده وتحطيها وياها في قلب الكيس وتقفلي عليها لمدة خمس دقايق بعد ما تطشيها كده بشوية زيت شايفين قد ايه الفراخ باي ان هي دايبة قوي يعني انا حتى بطلعها من الصينية عشان احطها على طبق التقديم لحمة الورك بتاعتها دايبة جدا جدا متصفية نهائي ما فيهاش نسبة دهون يا جماعة خالص زي ما احنا شايفين كل دهونها نزلت كده الوصفة تحفة هتنجز معاكي لما كون عندك فرختين تلاتة وعندك عزومة كده تحطيهم في الفرن وبعد كده تشوفي باقي الوصفات بتاعتك بتسهل عليك يومك كله وبتبقى تحفة شكلها مغري واخد طبقة قشرة جميلة جدا وبالها انا اشوفكم الفيديو الجاي على خير باي باي